اشتركوا في القناة من الكلمة من شكل سلبي لكن شكل الإيجابي هقول تحية وتقدير لطبعا الرئيس عفتاح السيسي تحية وتقدير للقوات المسلحة المصرية تحية وتقدير للشرطة في خدمة الشعب فعلا احنا النهاردة كلنا كلنا طبعا ننحني تقديرا واحتراما للرئيس عفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية وايضا الشرطة المصرية اللي فعلا وقت الازمة كلنا على يد رجل واحد كلنا 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 بأجمعنا من صغير لكبير من امرأة وطفل كلنا وقت الازمة كلنا مع بعض شفنا ازاي الناس النهاردة كلهم وقفوا مع بعض في 42 ساعة في عاصفة التنين عشان كده انا بقول تحية وتقدير للرئيس عفتاح السيسي وقوات المسلحة المصرية والشرطة طبعا انا ما انفعش اقول بقى اتكلم في سلبياته ولكن فعلا الحكومة المصرية وقت الازمة قال التنين يا جماعة والارصاد قال التنين في خلالة 48 ساعة يحصل كذا وكذا وكذا الكلام ده كان امتى من يوم الاتنين اللي فات وفعلا حصل بالنسبة لعاصفة التنين عشان كده احنا منقول رحم الله شهداء الوطن كلهم شهداء عند ربنا في ناس طبعا يعني احنا شفنا طبعا في الزرايب وشفنا كل حاجة الموجودة على سلش الميديا ولكن من ناحية الايجابية شفنا قد ايه وقت الازمة في حلول العصر اللي فات مضى ولكن عصر الحالي تحت قيادة الرئيس عفتاح السيسي الزعيم والقائد والكبير الرئيس عفتاح السيسي عشان كده بقوله تحية وتقدير الرئيس عفتاح السيسي فعلا وقت الازمة كلنا كلنا يد واحدة مع بعض نخش بقى على بيتورة مهيبتك نخش بقى في الدنيا الاحتراف ونخش بقى طبعا نتكلم ونعيش في اجواء الرياضة ولكن ارحب اول بديوفي على عزاء المنهضة مشرفيننا كابتن نور شعبان مدير العلاقات العامة لبطولة مهيبتك اهلا بيك كابتن نور اهلا بيك كابتن محمد قبنا خليك نورنا نور الكوتش طبعا كابتن صف عبد الرحيم مدير الادار ومدير الفني واقول القائد لأكاديمية جولدن فالكن اهلا بيك كابتن صف ونتكلم على البطولة هنشوف تقرير ونشوف موهبتك عاملت ايه ولكن موهبتك مش الاسبوع اللي فات الاسبوع الماضي للموسم الخامس او يعتبر الاسبوع الخامس ونشوف ماذا فعلت بطولة موهبتك في البشير والناس اتكلمت وكل بقى لعب ونشوف بقى نطلع تقرير ونشوف موهبتك عاملت ايه صباح الخير متابع ومشاهدي برنامج دنيا الاحتراف من داخل ملعب البشير والاسبوع الخامس واهم اللقاءات مع المدربين واولياء الامور واللعبين بعد مباراة اكاديمية فايتر واكاديمية الكابتن بانتهاء الفوز اربعة واحد لأكاديمية الكابتن مع انا احد العابين اكاديمية فايتر روح احب بكم اسمك اسمي ادم اشر شايف الماتش ازاي ادم احنا الحمد لله كنا بنلعب حل بس توفيق بقى يخسرنا اربعة واحد وان شاء الله اكادم افضل بس احنا ان شاء الله هنكسب الماتش الجانته جازت ايه النهاردة انا احسن نلعب في الماتش بس ايه مش فرحم بها احنا اخسرنا بس الحمد لله هنكسب الماتش الجاي مين مسلك الاعلى في اوروبا في اوروبا كريستانو رونالدو احنا الصراحة ما اننا متش جايد كنا الباص هو اللي كان ميخلينا نقف نتحكم في الكورة واخسرنا النهاردة كانش في توفيق كابتن بيكلم معاكو ايه قبل وماتش بيقولوكو ايه بيقولينا اللي انتو رجاء لو لازم تقبلنا التلاتة بونتو السبعة ده التوفيق من عند ربي كسبنا سبتك ايه السبعة كسبنا الحمد لله وكنا عاملين ما تحر يعني النهاردة وجبنا ثلاثة جوان الحمد لله بس دخل في نوغو الحمد لله كسبنا ثلاثة سفر والمرة جاي نكسب اكتر معنا ومعكم كابتن محمد خدر المدير الفني الأكاديمية الكابتن ونقول له مبروك النهاردة كوتش على الفوز الله بارك فيك اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على الفوز الكبير النهاردة وسعودنا سعود اكاديمية الكابتن القبل النهائي والحمد لله على كل شيء يعني وأنا بشكر طبعا اللاعبين اللي بازلوا جهد النهاردة جهد جامد جدا وبشكر الكابتن نور مدير الفني والمساعد بتاعه أحمد اسمعيل وبشكر الكابتن شيح تدياب مدير أكادمية الكابتن على مساعدة الفرق اللينا شاف إزاي كابتن الإسعادات بتختلف من دور المجموعات للأدوار اللي هي الإكسائية والله دور المجموعات بتبقى يعني فيه تمهيد شوية لللاعب طبعا بتحصد نقطة أم الأدوار اللي هي اللي بعدها زي كابل النهائي طبعا بتبقى صعبة جدا عن أي دور اللقاء ماتش صعب والحمد لله أنا درنا نكسة بأربعة واحد نزعتنا جراء رجال عادة المسؤولية وشرفونا النهاردة الحمد لله وساعدنا الدور كابل النهاردة مبارأة رائعة اللي لا يتعمل عليها النهاردة وساعدنا الحمد لله الدور النهائي أول مجموعة بس نيبقى التانية مجموعة المجموعة التانية فقال ماتش اللي باكت مركزها كويس بس فرص ضاعة كتير دخلت الفرقة التانية في الجيم فصعبت على الماتش في أخر الدقائي أعتبر لها كان ماتش كويس وفرقة كويسة بلعبها فيتونا عرف فرقة محترمة فرقة كويسة شبقة حزقة كلمتي للفينتوس ايه في الحزب اللي بتجول والله لسه وطلقها كويسة والنص بيقولها كويسة فلسه نشوف بقى الدنيا مليشة زي لها الماتش كان جميل جدا والفرقة التانية كانت برضو محترمة ولعبة كرة علينا كويس برضو الحمد لله عبد العلمين لعيبتي كترجالة والتزموا بتعليمات لايهتهم والحب دي عبنا وفقنا وكسبنا والحمد لله عبد العلمين طبعا ورجعنا بعد التقرير ورجعنا شوفنا بطولة موهبتك ماذا فعلت بطولة موهبتك للأسبوع الخامس نخش بقى على مدير العلاقات العامة للبطولة وايضا نقول بقى جولدن فالكون عملت ايه طبعا ابدأ طبعا بجولدن فالكون وشوف بطولة موهبتك بالنسبة لك في خلال الموسم او الأسبوع الخامس للبطولة وجولدن فالكون عملت ايه دلوقتي يا كابتن احنا داخلين كاكاديمية باثنين مواليد مواليد 2009 مواليد 2011 يعني الحمد لله مواليد 2011 خلاص صعدنا وان شاء الله نستنينا دور الثمانية اول ما نبتدي به ان شاء الله 2011 اما 2009-209-2010 يعني الحمد لله اخفقنا شوية تعديلنا كتير يعني ما قدرناش نصعد يعني الحمد لله بس هم عملوا العليم والزيادة والأولاد طلعوا رجالة والحمد لله طيب عرفني بقى مين هي جولدن فالكون وعرفني بقى النبزة عن جولدن فالكون جولدن فالكون دي اكاديمية في الأطمية على مال عمد مدرسة ريتاج للغات بمدينة عبد الرحمن جانب نادي الصيدة الأطمية احنا عملنا الأكاديمية من خلال سنتين كان هدفنا حاجة واحدة بس ازاي نوصل أولادنا اللي عنده موهبة او بيحلموا نفسه يعني عنده الامكانيات بس محتاج يطلحها يطلحها ازاي فحبنا نعمل أكاديمية مش أكاديمية وكرة بس لا احنا كمان عندنا جميع الأنشاطة القتالية وعنده جنباز وكراتي وبرضو يعني قدرنا نعمل حاجة كويسة لأولادنا عشان خاطر على الأل يحقق حلمه يمكن حلمه كل واحد فينا فحبنا ان شاء الله نحنا نعمل حاجة نبدأ نشتغل بس بطريقة علمية وده اللي يميزنا ان شاء الله عن أي أكاديمية تانية في المنطقة المحيطة بإذن الله نخش بقى مدير العلاقات العامة البطولة موهبتك كابتن نور أنا شوفنا بقى طبعا تقارير من الأسبوع الأولاني لأسبوع الخامس كلهم كابتن نور كابتن نور كابتن نور احكي لنا بقى عن أنت بدوري العلاقات العامة بتعمل إيه داخل بطولة موهبتك طبعا أنا بالتنصيك دوري في البطولة طبعا التنصيك مع المصورين استلام الأعمال الشغل بتاع الصفحة الحريك شايفه وهكلمك برضو عن البطولة بطولة تنفسية ودية بتتحطب بيئة منظمة للأكاديميات المصرية البطولة بتعمل في كذا محافظة أهمها محافظة الكاهرة والجيزة والمنوفية وكفر الشيخ وبإذن الله قريبا البطولة هتنتلق في الإسكندرية طبعا عندنا مسابقات كتير جدا بنبدأ من سن البراعم اللي هو من 2012 لحد ال2006 وال2001 والتسعة وتسعين لحد ال2005 دي مسابقات الناشئين طيب بالنسبة للبطولة بالنسبة إيه الصعوبات أنت شفتها وخصوصا أنت بدير علاقة العامة والله الصعوبات اللي بنشوفها كفيه صعوبات كتير ولكن إدارة البطولة الحكيمة بكيادة الكابتن صلاح والكابتن مصطفى تموي الناس دي يعني بخبرتها بحكم خبرتها في البطولات السابقة أكتر من ثلاث سنين قدروا اللي هم عارفين الصعوبات الوجاتهم إيه قبل كده سلبيات وبيحاولوا يتداركوها خلال البطولة دي شهيطلعوا أفضل منتج للأكاديميات المصرية أكيد أرجع بقى طبعا لجولدين فالكون حكينا بقى عندك قد إيه موليد داخل الأكاديمية عندك وإزاي تشاركت في بطولة موهبتك أنا عندي بداية من موليد 2011 حتى موليد 2007 ويعني بنضم وبرضه عندنا بجانب تاني خالص بنضم عناصر اللي هيو الكيدز اللي هيو أربع سنين بنبدأ بيهم من الصفر وبنعلمهم صح عشان خاطر أول ما يوصلوا مثلا لموليد 2011 أو الموليد السن القانوني اللي أقدر أشارك بهم في بطولة القاهرة يبقى وصلوا على أكمل وجه من حيث الناحية البدنية والناحية الفنية في كرة القدم أما بالنسبة لحضرتك أنا يعني زميلي وصحبي وصديقي العزيز الكابتن الكابتن صلاح أنا تعاملت معه كتير بس حقيقة يعني أكاديمية الدوري الموهبين لا السنة دي دوري تحفة على مستوى بطولة موهبتك مش موهبين الأصد الموهبتك يعني حاجة بسم الله ما شاء الله حاجة محترمة جدا 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 ودايما كابتن صلاح بيعودنا كل سنة والتانية بيقدم لنا حاجة أفضل بكتير تمام أنت إزاي تم التواصل بخصوص البطولة ومع كابتن صلاح عن طريق الفيس ولا طريق تليفون عن طريق الاتنين عن طريق الفيس من خلال أنا الإعلانات طبعا من خلال الإعلانات ثم توصلت مع الكابتن صلاح وقلت له إن شاء الله تعالى احنا هخش بمواليد 2011 و2009 تمام فكانت حاجة كويسة جدا إن احنا كانت بالنسبة لنا أول مرة نعرف إن مواليد 2011 يعني دايما كانوا بيتمرنوا في أي مكان بس ما فيش مكان نقدر نوصلهم من حيث الناحية التنفسية يعني يشوفوا الجو التنفسية عاملت ازاي لا كابتن التانية عاملت ازاي لا تعال أنا هخليك تلعب وهخليك كمان يتفرجوا عليك بالنسبة لهم إن أنا لسه أولاد برعم صغيرة جدا فمش فاهمين الحاجات دي بشوفها في التلفزيون يكاد في البعض يعرفوا الدنيا ماشي ازاي من حيث قادينا هبتفرج على الدوري المصري أو محمد صلاح بس عاشوا المرحلة دي لا فيعني الدوري لا عرفنا وعرفهم وكفاية جدا مبسطين جدا جدا حتى أوليها الأمور كمان ترمي الفرحي أكيد طبعا نخش بقى طبعا عن المدري العلاقات كابتون نور أنت شايف النهاردة أنت عليك حمل كبير جدا داخل البطولة وأنت شغال بشكل كبير أنت وكابتون تامر الرفاعي بشكل مكسف داخل البطولة عرفني بقى أنت بتصنعه ازاي الحدث قبل ما ينزل على الصفحة والله طبعا أنا حابب أشكر في الأول المدربين بتوع البطولة مدربين الأكاديميات اللي هم السبب الرئيسي في الجاح البطولة وطبعا على رأس المنظومة التنظيم الجيد من الكابتن صلاح وكابتن مصطفى طماوي وفريق أعمل بيتكون من أكتر من 20 حد فمن أهمهم يعني على رأسهم الكابتن صلاح والكابتن مصطفى والكابتن تامر شعبان المراسل ومدرش تقول اللاعبين وطبعا مش عايزين ننسى الأستاذ سامح معد ومرسل البرنامج ودوره كبير في إنجاح البرنامج وإنجاح البطولة والكاميرا الشرقية بتاعتنا الكبيرة أستاذ يقوت والمجهوب بتاعه الوفير اللي يعني فعلا حاجة مشرفة وطبعا رانيا مراسلين وعم جمال والناس المحترمة دي كلها وطبعا مش عايزين ننسى البرنامج بتاع حضرتك والتغطية الإعلامية الكبيرة يعني مشرفانة ومشرفة يعني نتشرف بيها كابتن نور أنا بتكلم على الأحداث قبل ما تنزل على الصفحة أنت زي بتصنع الحدث وبعد كده ما يصنع الحدث تنزل على الصفحة أنت إزاي بتاخد اللعطات المهمة لقطة الأسبوع اللي فات اني احنا شفناها الناس كلها كان بتصلي أثناء صفحة الجمعة إزاي دي تم القطها ونزلت إزاي نزلت على الصفحة؟ والله دول الأحداث دي اللي بيصنعها المدربين وبصنعها اللعيبة وإحنا دورنا اللي إحنا نصلت الدوق على الأحداث دي لأن الحاجات دي بمجرد ما تتعامل في أكتر من مكان والناس كلها الحاجات الإيجابية بالذات والناس كلها تعمل زيها هو ده اللي إحنا عايزين وهو ده دورنا اللي هو نقل الأحداث دي هيل طبعا أنا عارف ان انت عندك ما كنت كبير جدا غير الصفحة اللي انت بتشتغل جمعة وسبت عليكم فوقعونك طبعا ارجع طبعا ليه جابت جولدين فالكون انت شايف البطولة من ناحية تنظيمية ونجحة ولا شايف ان فيه أفضل من كده؟ لا نجحة جدا كمان هوش نجحة يعني بالنسبة للبطولة يعني أولا أنا بشوف الهدف من البطولة إيه قبل ما خش أولا بالنسبة لي كبطولة ان أنا عايز أشوف المراية اللي كل مصر ويشوفوها الأكاديمية عندي بتعمل إيه وعايز كمان يعني من خلال اختلف الموعد دايما أحيانا بلعب مطش مثلا الساعة عشر الصبح وحيانا مطش مثلا بعد الظهر فكل ده مناسبة جدا العامل المناخية ازاي ابني عارف ان انا دلوقتي هو بلعب مختلف جدا لان انا دايما بمرنهم بالليل فحاجة كويسة انهم بيلعبوا الصبح حاجة كويسة انهم بيلعبوا بعض الظهر تاني حاجة كنت تاني محتاج ان انا لا يشاركوا يشوفوا كل الأكاديميات والأكاديميات هنا عامل ازاي حاجة كويسة ان بعد ما يخلص المطش يشوف زمان زقف زمطش النهاردة بيبقى زعلان لا دلوقتي ان شاء الله ان هعمل علي اكتر واكتر السبوع اللي جاي عشان خاطر اتحط زي مزميلي اتحط في الموقف ده كمان الحاجة الكويسة جدا التغطية الاعلامية اللي هو ان انا اعمل لقاء مع مع اللعبة بتدي حافث حافث كبير جدا للاولاد في حاجة عمرهم ما شوفوها بالعكس هم بيشوفوها برا بس اذا احنا تحطينا فيها فدي حاجة كويسة يعني بطولة موهبتك قدمتها لنا اكيد ارجع طبعا لكبت النور بقى اقول بقى كلمة شكر واختام للناس كلها اللي بتشوفك دلوقتي وانتبعك على الصفحة تحب تقول ايه لزمالك والمشاهدين والله بحب اشكر كل القائمين على البطولة والقائمين على الناس كلها سواء مدربين اداريين منظمين بقول لهم شكرا وبإذن الله انتظروا مفاجآت في بطولة موهبتك اخرى وانتظروا مفاجآت في النهائي او سواء البطولات التانية اللي هتنظمها بطولة موهبتك قلني بقى حاجة حصرية لدوني الاحتراف والله الحصريات طبعا الكابتن صلاح مقدرش اللي هتخطى بحاجة زي كده هو ما بيبخلش بصراحة اي مجهود مادي او معناوي او اي حاجة ما بيبخلش اهم حاجة الانجاح البطولة او اهم حاجة الاهتمام باللاعب والاكاديمية اكيد دي الرسالة ايه لأولادك والمشاهدين واصحابك في الاكاديمية ان شاء الله مع جلد نفرلكم بإذن الله القادم افضل بكتير بإذن الله وانا حاول ان شاء الله ان شاء الله ان انا حلم كل وليه امر يشوف ابنه حاجة وكل لاعب يشوف نفسه حاجة ان شاء الله اكيد طبعا انا بشكر طبعا نجومنا الكبار مدير الركات العامة اللي بطولة موهبتك كابتن نور شعبان وايضا مدير الادار ومدير الفاني اللي بطولة جولدن فالكون كابتن مصطفى ان شرفتنا ونورتنا في دنيا الاحتراف طبعا قبل ما ننوه ونقول بقى فيه تقرير مهم جدا 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 هنطلع نشوف تقرير ونرجع لكم مرة اخرى ومعنا ومعاكم المدير الفاني ابراهيم اشرف ابراهيم المدير الفاني الاكاديمية ميلانو سبورت اهلا بك كوتش اهلا بحضرتك عملت اين نهار دا الحمد لله احنا كسبنا النارده 3-0 وعملنا مبرى قوية جدا شاف المدير ازاي مدير والله اهلا فرية الدرويش جات انا من اول اصلا بدأت الدورة وليتوا من هم الاول على المجموعة ان احنا جينا متأخر مدير لديهم هم كسبانين مدير والاول على المجموعة فانا كان نفسي لعيبهم من الاول بصراحة الحمد لله اعملنا مدير محترم النارده وشافي الاعترضات كتير ووشي بحول الفرقة كتير الماتشي كان تمام وكابتين احمر سابير المدير الفن للفريق يعني كان شغال كواس مع الولاد والحمد لله كسبنا الولاد كلهم تمام وناس كلها طلع مبسوطة اولاد الامور كمان قبل الولاد كمان امام حضرتك مدام فاطمة صالح ولت من حضرتك هنا فارس امير دلع في اكاديمية ايه اكاديمية سمارت عمل ايه النهاردة هم النهاردة تعادلوا بس الفريق كان كويس الحمد لله شايف عجوها البطولة ازاي من وجود ما زلت والله هي حاجة كويسة يعني فيها تنظيم الولاد بتنمي فيهم روح تعاون مع بعض في اللعب جو البطولة نفسه المنافسة دي حاجة كويسة بتنمي فيهم روح رياضية طبعا هم بيزعلوا لما بيخسروا او بيتعادلوا بس في النهاية هي كرة مكسب وخسارة بتقولي ايه لتقائمين على تنظيم البطولة لا جميلة بجد يعني شيء جميل ان هم يهتموا بالمواهب الصغيرة في السن الصغير دا وبيعيشوهم الجو دا لا حاجة كويسة والله انا شايف النهاردة الحمد لله الحمد لله اللعبة عملت عليها واكتر بكتير شايف ان احنا النهاردة كانوا عيسنا لعبين لظروف ما مقدرش يحضروا معنا نهاردة افرقوا معنا او افرقوا معنا اللعبة كانوا وصل نتيجة اربعة واحد علينا فان هم يرجعوا وان هم يقدروا بالروح دي يكملوا يتعدلوا ربعة اربعة لا انا شايف ان هم يستهلوا مكان اكتر من كده اوه هو ربنا ما وفقناش النهاردة في الصغوط حتى بس ان هم ربنا ما فقومش المرة لانشاء اللي فات برضه بأخطاء ممكن نقول اقلت خبرة بالنسبة لهم المطشب تجيبهم في الملعب اوه هتفرق معهم كتير جدا 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 الفترة اللي جاية اثم رأي محمد عملت النهاردة جاية ربنا ما وفقناش النهاردة جازة ايدي اه احط اللعبة في مولا بسمي حب يمني من اللعبة في مصر اي فرق رمضان صبحي شكبالا كلهم وفق اوروبا عارف حد لا تعرفش حد ومسي ولا كستيان ولا اي حد عارف كستيان ومسي حبه يعني اي ماشي اي اسمك اي مالك جورزبر مالت النهاردة قوي قسرت 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 ايدي شعورة ايدي أحسن لعب حب من اللعبة في مصر وصر صراح وربا كريستيان لعبنا وعملنا اللي علينا النهاردة وست الاسف وتعدلنا في اخر ماتش اسمك اي كلمة اسمي ايدي عمرته عماتي يفماتش اليوم كويس الحمدالله ماشيبت واجا كسبنا ماتش وتعدلنا ماتش اسمك اي كلمة اسم محمد صبري اسمك كلمة الهرم عماتي يفماتش الهرم اشتركوا في القناة